صحيح ازاي بقى مجتمع منفتح سيدة يسمح لنفسه انه يغزى من الداخل خلال اخوان المسلمين او من الخارج خلال الوهابية ويتحول تدينه لهاده التدين الشكلي الشكلاني المخض اللي هو يبدأ يحاسبها يحاسب بيه الجلبية الحجاب دقنة اصلي مش عارف التمتمات والهمهمات طول الوقت بعتك رسالة ويقولك بعتها خمسين مرة تاخد مش عارف ايه جايزة لك في الاخرة لازم نكون متفقين ان الحقبة السلفية ما اصدهرتش لمن اواخر السبتينات ومطلع السبعينات اما الرئيس المؤمن جاه وفتح المجال العام للجماعات الاسلامية عشان يواجه اليساريين في الدولة المصرية وبدأت العمالة المصرية تروح المملكة العربية السعودية والخليج وتيجي بأماط التدين ديت وتفرض وقعها الخاص على أماط التدين الشكلي اللي خمسين سنة مصر روحها كانت بتتخنق كل يوم مصر تاريخها كله الممتد كان بيختزل في شكل من أشكال التدين التدين الشكلي التقوصي اللي حتى بيفقد معنى بتقصي معناه لأني أنا ما بيجي أنظر للصلاة بلاقي ان الصلاة مش مفروض تكون بتعبر انت كيف تسلك شلوك الإيمان الصلاة تعلمك حقيقة الإيمان لأن العلاقة بين الإنسان وربنا العلاقة الرئاسية في مسألة الصلاة ينبغي أن تمتد في الاجتماع على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والأثر العلاقة الوفقية أثر الاجتماعي للصلاة وكذلك الأثر الاجتماعي للزكاة في التكافل والأثر الاجتماعي للصوم في تربية الإنسان حاجة بتقول يعني تبقى فيه صلاة والناس على بيباني الجوامع بتصلي لكن ما باش فيه ينهى الصلاة دي على الفحشاء يعني ملاش أثر الاجتماع أنا هاكي حضرتك حاجة بسيطة أنا كنت رحت الجمرج في مصر أجيب حاجة من الجمرج فكنت بخلص الورقة لقيت ده أنا كلي بموقع على الورقة عن واحد بدفع رشوة فأنا الدولة كان الحاجة اللي أنا جايبها دي من دخلها للبلاش الدولة من دخلها للبلاش فأعدت كل موقع أدفع فجيه وقت صلاة الظهر كله قفل الإدراج وقام صلى فأنا قعدت فقلت والله العظيم حاجة جميلة جدا الناس بتضحك على ربنا الناس بتنصب على ربنا هي الصلاة ما بتنهكش على الإدراج المفتوحة ما هو لأنه هو معتقد أن الإكراميات دي مش حرام وبالتالي هنا المعتقد دي على هو معتقد أو على أقل يعني أقنع نفسه دي علشان يبرر في النهاية أنه يتقاضها فضل على أنه يمكن ربما كمان حرصه على الصلاة كانوا من التطهر على الزنب الذي يغر في صدره أنه كده برضو ممكن ما يكونش فيها يعني طهارة فانطهرها بالصلاة لا طبعا لأن من المنبع العقيدة ينبغي أن هي يكون لها إنتاج على تكوينك الروحي وتكوينك الأخلاقي والعقيدة الدعائم الإسلام التقوصي دي مفروض تكون لتعميك الخلق داخل الإنسان مش أن أنت بتتاجر مع الله في أن الصلاة تحولت مش العبادة مش العبادة أصبحت عادة حركات وسكنات لكن أثر الصلاة أن أنت تؤدي عملك بضمير لا تعصي الله لا تأكل الحرام لا تسرق لا لا إلى آخره وأهم من ده أن الديانة تكون بتأسس لرأس مال قيم أخلاقي الرأس مال القيم الأخلاقي ده رأس مال للمجتمع يؤدي إلى أشياء كثيرة في النحاة الاجتماعية ليه بقى؟ منظومة القيم الأخلاقية أما تبقى ممتدة للأشخاص بضميرهم في عملهم اللي قاعد على المنصب مش هيقول لي قال الله وقال الرسول ولا إيه بيسرق وبيرتشي ويطلع على أرفع المؤسسات بيتاجر بالسبحة وقال الله وقال الرسول التأثير هنا فيه مفهوم غلط عن الدين أن الدين شعار التقوى يخب بتاعته أي نصاب وده شيء كريسي في المجتمع لدرجة أن أنت أحيانا أول واحد يقول لي قال الله وقال الرسول والأخلاق والفضيلة والدين بيقول كذا أنا أتحسب أنا أتحسب ليه؟ لأنها الدين أصبح بضاع على بعض النصابين أنه تعتقد أنه